مقدمة إلى الأهرامات يعتبر بناء الأهرامات واحداً من أكثر الإنجازات الهندسية والثقافية إثارة للدهشة في تاريخ البشرية تعتبر الأهرامات رموزاً فريدة من نوعها للحضارة المصرية القديمة وتمثل قمة التطور الهندسي والفني في زمنها تبدأ قصة الأهرامات في عصور مصر القديمة حيث استمر بناؤها على مر العصور وقد بدأ الأمر ببناء المقابر الملكية لدى الفراعنة ليتحول لاحقاً إلى معابد لعبادة الآلهة وأيضاً رمزاً لقوة وسلطة الفرعون تمتلك الأهرامات أهمية هائلة في فهم تاريخ الحضارة المصرية حيث تعكس عمق الإيمان بالحياة الآخرة والإرادة السياسية والقدرة الهندسية والتنظيمية للحكومة المصرية القديمة بالإضافة إلى ذلك تعتبر الأهرامات مصدراً ثميناً للدراسات الأثرية والهندسية والفنية مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من التراث العالمي أسرار بناء الأهرامات وكيف أنها تحمل شهادات حية عن عظمة وتقدم حضارة مصر القديمة ونكتشف الجهود الهندسية والإبداعية التي أدت إلى إنشاء هذه المعجزات الضخمة التي ما زالت تثير دهشة العالم حتى اليوم الأسطير والأفكار الخاطئة عبر العصور نمت العديد من الأسطير والأفكار الخاطئة حول بناء الأهرامات وتداولتها العديد من الثقافات والشعوب في هذا الفصل سنكشف عن بعض هذه الأسطير ونوضح كيف أن بعضها مجرد خرافات بعيدة عن الحقيقة واحد بناء الأهرامات بواسطة العبيد يعتقد الكثيرون أن بناء الأهرامات تم على يد العبيد الذين تم إجبارهم على العمل الشقي ومع ذلك تشير الأبحاث الحديثة إلى أن العمال الذين شاركوا في بناء الأهرامات كانوا في الغالب من الفلاحين الذين عملوا خلال فترات السنة التي لا تزرع فيها الأراضي إثنان توجيه الأهرامات بدقة إلى الشمال كانت توجيه الأهرامات بدقة إلى الشمال واحدة من الأسطير الشائعة إلا أن الأبحاث الحديثة تظهر أن الطرق المستخدمة لتوجيه الأهرامات كانت أكثر تعقيداً وربما تتطلب القياسات الفلكية ثلاثة بناء الأهرامات باستخدام الجليد كانت هناك فرضية بأن الأهرامات بنيت باستخدام الجليد للتسهيل على الكتل الضخمة من الحجر في التحرك ومع ذلك لا توجد أدلة تثبت هذه النظرية وتظل مجرد خيال أربع وجود لعنة فرعون على بناء الأهرامات تعتبر بعض الأسطير أن هناك لعنة فرعون تلاحق كل من يحاول فتح مقابر الفراعنة هذه الأفكار غالباً ما تكون مجرد قصص خرافية لتخويف الناس من خلال كشف هذه الأسطير والأفكار الخاطئة ندرك أن بناء الأهرامات كان نتاجاً لجهود هندسية وبشرية مذهلة وأنه يجب علينا التفكير بمزيد من التحليل والدقة عند دراسة تاريخ هذه العجائب القديمة فصل ثلاثة النظريات الحديثة في هذا الفصل سنقوم باستعراض النظريات الحديثة التي تتعلق ببناء الأهرامات وكيف أن استخدام التكنولوجيا والأسليب الهندسية المتقدمة قد يلعب دوراً في شرح كيفية إنشائها واحد نجمة نجمة استخدام الرافعات والأدوات الهيدروليكية نجمة نجمة تقترح بعض النظريات الحديثة أن العمال المصريين قد استخدموا الرافعات والأدوات الهيدروليكية المتقدمة في بناء الأهرامات يعتقد أن هذه التكنولوجيا ساهمت في رفع الكتل الضخمة من الحجر ووضعها في المواقع الصحيحة بطريقة أكثر دقة وفعالة نجمة نجمة استخدام التصميم المعماري المتقدم نجمة نجمة تفترض بعض النظريات أن الفراعنة كانوا يمتلكون معرفة هندسية ومعمارية متقدمة تمكنهم من تصميم وبناء الأهرامات بدقة وكفاءة يعتقد أنهم استخدموا تصميم متقدمة وحسابات دقيقة لتحديد أبعاد وزوايا الأهرامات بدقة فائقة نجمة نجمة تقنيات الحفر والتشكيل المتقدمة نجمة نجمة تقدم بعض النظريات الحديثة فرضيات حول استخدام التقنيات المتقدمة في عمليات الحفر والتشكيل للحجر يعتقد البعض أن الفراعنة قد استخدموا أدوات متطورة لنحتي وتشكيل الحجر بدقة وبسرعة أكبر مما كان متوقعا في ذلك الزمن نجمة نجمة استخدام التكنولوجيا الفضائية لدراسة الهرم نجمة نجمة في العقود الأخيرة تم استخدام التكنولوجيا الفضائية مثل الأقمار الصناعية وتقنيات الليزر لدراسة هيكل الأهرامات من الخارج والداخل بشكل أفضل هذا النهج يساعد في فهم أفضل للبنية الداخلية للأهرامات وتحديد الأسليب المستخدمة في بنائها من خلال استعراض هذه النظريات نرى كيف أن العلماء والباحثين يستخدمون التكنولوجيا والأسليب الهندسية المتقدمة للكشف عن أسرار بناء الأهرامات وتفسيرها بشكل أفضل قد تساهم هذه الجهود في توضيخ الغموض المحيط بعملية بناء هذه المعالم الرائعة من التاريخ القديم العمالة والإشراف في هذا الفصل سنسلط الضوء على دور العمالة والإشراف في بناء الأهرامات مع التركيز على تنظيم العمل وتقنيات البناء المستخدمة واحد تنظيم العمل كان لتنظيم العمل دورا حاسما في بناء الأهرامات كان هناك تنظيم دقيق للعمالة وتقسيم واضح للمهام حيث كان العمل يتم تنفيذه بشكل منتظم ومنظم تحت إشراف مباشر إثنان استخدام التقنيات البنائية تم استخدام تقنيات بناء متقدمة لإنشاء الأهرامات كانت هناك تقنيات حصة لرفع الكتل الضخمة من الحجر وتحديد مواقعها بدقة وكذلك تقنيات لنحت وتشكيل الحجر بشكل دقيق ثلاث العمالة المهارة تطلب بناء الأهرامات مهارات متخصصة وخبرة في التعامل مع المواد البنائية كان العمال المشاركون في بناء الأهرامات يمتلكون مهارات عالية في الحفر والنحت والتشييد أربع إشراف فني وهندسي كان هناك إشراف فني وهندسي دقيق على عمليات بناء الأهرامات كانت هناك فرق من الهندسيين والمهندسين المعماريين المختصين في تصميم وتنفيذ الهياكل الضخمة مثل الأهرامات خمسة تكنولوجيا المياه بعض النظريات تقترح أن تكنولوجيا المياه مثل استخدام الأنابيب والمصارف كانت تستخدم لنقل المواد البنائية وتسهيل عمليات البناء في المواقع بعيدة عن مصادر المواد باستخدام هذه التقنيات والتنظيم الجيد للعمل تمكن الفراعنة من بناء الأهرامات بكفاءة عالية ودقة هندسية مما يجعلها معجزات هندسية تثير الدهشة حتى اليوم الأدوات والمواد في هذا الفصل سنستكشف الأدوات والمواد المستخدمة في بناء الأهرامات ونناقش كيف أثر توافرها على عملية البناء واحد الأدوات الحجرية كانت الأدوات الحجرية مثل النوادر والمطارق الحجرية من أهم الأدوات التي استخدمها العمال في تشكيل ونحت الحجر كانت هذه الأدوات تعتبر تقنية متقدمة في ذلك الزمن ولعبت دورا حاسما في عمليات البناء اثنان المواد البنائية استخدم الفراعنة الحجر الجيرية كالأساس لبناء الأهرامات كانت هذه المواد متوفرة بشكل كبير في مناطق مصر مما سهل عملية البناء وتقليل التكاليف اليوجستية ثلاثة الأدوات النحاسية والبراقع استخدم العمال أدوات النحاسية متخصصة مثل المناشير والمقاصف في عمليات القطع والنحت الدقيقة كانت هذه الأدوات ضرورية لتحقيق الدقة والتفاصيل في هياكل الأهرامات أربع الحبل وأدوات الرفع تم استخدام الحبل وأدوات الرفع المصنوعة من الحبل النباتية أو الجلود لنقل الكتل الضخمة من الحجر ورفعها إلى أماكنها النهائية في بناء الأهرامات خمسة التقنيات البنائية المتقدمة تطورت التقنيات البنائية المستخدمة في بناء الأهرامات مع مرور الزمن وشملت التقنيات الهندسية المتقدمة مثل التقنيات المائية والهيدروليكية لنقل المواد والأدوات بكفاءة أكبر توفر هذه الأدوات والمواد المتوفرة والتقنيات المستخدمة دعما كبيرا لعملية بناء الأهرامات حيث أسهمت في جعل العملية أكثر فعالية ودقة وسهلت نقل المواد الثقيلة وتشكيلها بشكل أفضل الرموز والأسرار في هذا الفصل سنلقي الضوء على الرموز والرسومات الموجودة داخل الأهرامات والتي قد تكشف عن مزيد من الأسرار حول بنائها وتاريخها واحد الهيروغليفية والنقوش الفرعونية تحتوي الأهرامات على العديد من الهيروغليفية والنقوش الفرعونية التي تمثل التاريخ وثقافة مصر القديمة قد تحتوي هذه الرموز على معلومات حول الأسليب المستخدمة في بناء الأهرامات والتقنيات الهندسية المتبعة ثنان التصميم الهندسية والرياضية يعتقد أن بعض الرموز والرسومات داخل الأهرامات تحمل تصميم هندسية ورياضية معقدة تكشف عن استخدام الفرعونة للرياضيات والهندسة في بناء هذه المعالم الضخمة ثلاث الرموز الدينية والروحية قد تحمل الرموز والرسومات داخل الأهرامات معاني دينية وروحية تعكس الاعتقادات الدينية والمعتقدات الروحية للفرعونة يمكن أن توفر هذه الرموز فهما أعمق للأغراض والمعتقدات التي الهمت بناء الأهرامات أربع الرموز الفلكية والنجمية قد تحمل بعض الرموز داخل الأهرامات معاني فلكية ونجمية مما يشير إلى اهتمام الفرعونة بالفلك والنجوم وتأثيرها على حياتهم وثقافتهم خمس الأسطير والقصص الشعبية قد تحتوي الرموز والرسومات داخل الأهرامات على أسطير وقصص شعبية تروي تاريخ مصر القديمة وتعكس ثقافتها وتقاليدها من خلال فهم وتحليل هذه الرموز والرسومات يمكن للعلماء والباحثين أن يكشفوا عن مزيد منه الأسرار حول بناء الأهرامات وثقافة مصر القديمة مما يساهم في ثراء معرفتنا بتاريخ هذه الحضارة الرائعة الجوانب الروحية والدينية في هذا الفصل سنستكشف الجوانب الروحية والدينية المرتبطة ببناء الأهرامات وكيف أنها تمثلت في تصميمها وهيكلتها واحد الأهمية الدينية للأهرامات يعتبر بناء الأهرامات جزءاً أساسياً من الديانة المصرية القديمة كانت الأهرامات تستخدم كمقابر للفراعنة وكان يعتقد أنها تمثل مرور الفرعون إلى الحياة الأبدية بعد الموت اثنان تصميم الأهرامات ورموز الديانة يتضمن تصميم الأهرامات العديد من الرموز والرسومات الدينية التي تعكس معتقدات الفراعنة بالحياة الآخرة والآلهة من بين هذه الرموز تجد الهيرو غليفة والنقوش التي تصور الآلهة والأرواح الخارقة والطقوس الدينية ثلاثة الهيكلة الروحية تم تصميم الأهرامات بطريقة محسوسة لتعكس النظرة الروحية والدينية للفراعنة يتمثل ذلك في هيكلة الأهرامات الضخمة وتوجيهها نحو السماء مما يرمز إلى رغبة الفراعنة في الارتقاء إلى عالم الآلهة أربع الأبعاد الروحية للهيكل يعتبر الشكل الهندسي للأهرامات وخصة الزاوية القائمة الفريدة رمزا للتواصل بين الأرض والسماء وبين الإنسان والآلهة وتعكس الإيمان المصري بأهمية الاتصال بين العالمين الروحي والمدي خمسة طقوس الدينية والتضحيات كانت الأهرامات مركزا للطقوس الدينية والتضحيات التي قدمها الفراعنة والكهنة للآلهة وكانت تعتبر موطنا للروحانيات والقوى الخارقة باستكشاف هذه الجوانب الروحية والدينية ندرك أن بناء الأهرامات لم يكن مجرد عملية هندسية وإنشائية بل كانت تمثيلا ملموسا للعقائد والمعتقدات الروحية العميقة التي شكلت حضارة مصر القديمة الآثار والتأثير في هذا الفصل سنركز على الآثار التي تركها بناء الأهرامات على المجتمع المصري القديم والحضارات اللاحقة واحد التأثير على المجتمع المصري القديم بناء الأهرامات كان له تأثير كبير على المجتمع المصري القديم ساهم في تعزيز الهوية الوطنية والشعور بالفخر بالتاريخ والثقافة المصرية كما ساعد في توطين السلطة والسيطرة للفرعون والنخب الحاكمة اثنان التأثير على الحضارات اللاحقة لم يكن تأثير بناء الأهرامات محصورا على المجتمع المصري القديم فقط بل تأثرت به الحضارات اللاحقة أيضا لقد شكلت الأهرامات مرجعا هما للفن والهندسة والعمارة في الحضارات القديمة والمتوسطة مثل اليونانية والرومانية ثلاثة الأثر الثقافي والتاريخي بناء الأهرامات كان له أثر كبير على الثقافة والتاريخ العالميين لا تزال الأهرامات تعتبر من أهم المعالم السياحية والأثرية في العالم وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف تاريخ مصر القديم والتعرف على حضارتها الرائعة أربع الإرث الهندسي والفنية يعتبر بناء الأهرامات إرثا هندسيا وفنيا يعجب به العالم حتى اليوم تقنيات البناء المستخدمة والتصميمات الضخمة للأهرامات تشكل مصدر إلهام للمهندسين والفنانين في جميع أنحاء العالم خمس الحفاظ على التراث تعتبر الأهرامات جزءا لا يتجزأ من التراث العالمي وهو يستحق الحفاظ عليه والمحافظة عليه للأجيال القادمة من خلال الحفاظ على الأهرامات نحافظ على الهوية الثقافية والتاريخية لمصر والبشرية ككل باستكشاف الآثار والتأثيرات المتعددة لبناء الأهرامات ندرك أهمية هذه المعالم الرائعة ودورها الكبير في تاريخ البشرية والتطور الثقافي والتقني على مدى في السنين الحفاظ على الأهرامات في هذا الفصل سنناقش كيفية الحفاظ على الأهرامات كتراث ثقافي وتاريخي لمصر والعالم واحد المراقبة والمراقبة المستمرة تتطلب الأهرامات مراقبة مستمرة للحفاظ عليها من التدهور والتلف يتم تنظيم دوريات مراقبة وسيانة للتأكد من حالة الأهرامات واتخاذ التدبير الوقائية عند الحاجة اثنان الحفاظ على البنية الأساسية يجب الاهتمام بالحفاظ على البنية الأساسية للأهرامات مثل الحجر والمنشآت الداخلية يتطلب ذلك استخدام تقنيات متطورة لتقييم الضرر وإصلاح أي تلف أو تدهور ثلاثة تنظيف وسيانة منتظمة يجب تنظيف الأهرامات وسيانتها بانتظام للحفاظ على مظهرها الجمالي والتخلص من أي تراكمات أو تلوث يمكن أن يؤثر سلباً على المواد البنائية أربع التوعية والتثقيف يجب توعية الجمهور بأهمية الأهرامات كتراث ثقافي وتاريخي للبشرية يمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم جولات تعليمية وفعاليات ثقافية تسلط الضوء على تاريخ وأهمية الأهرامات خمسة تعاون الدولية يعتبر التعاون الدولي أمر حاسماً في الحفاظ على الأهرامات حيث يمكن للدول والمنظمات الدولية العمل سوياً لتبادل المعرفة والخبرات وتقديم الدعم المالي والتقني لبرامج الحفاظ على الأهرامات ست استخدام التقنيات الحديثة يمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي بالطائرات بدون طيار وتحليل البيانات الفضائية فيه مراقبة وتقييم حالة الأهرامات وتحديد المناطق التي تحتاج إلى سيانة من خلال اتباع هذه الإجراءات يمكننا الحفاظ على الأهرامات كمعانم ثقافي وتاريخي مهم للبشرية وضمان استمرار تجربة الزوار والباحثين في استكشاف تاريخ وحضارة المسر القديمة الختام والتطلع إلى المستقبل في هذا الفصل الأخير نرخص ما تم ذكره في السرد السابق ونؤكد على أهمية دراسة وفهم بناء الأهرامات للتعرف على تاريخ البشرية والاستفادة منه في المستقبل بناء الأهرامات يمثل إنجازا هندسيا وثقافيا عظيما لا يزال يثير الدهشة والإعجاب حتى اليوم من خلال دراسة عملية بناء الأهرامات ندرك مدى قدرة الإنسان على تحقيق الإنجازات الضخمة بالتعاون والإبداع تعتبر الأهرامات ليست فقط معالم سياحية بارزة بل هي شاهدة على تقدم وتطور الحضارة المصرية القديمة ومركز للعبادة والطقوس الدينية تحمل الأهرامات العديد من الأسرار والرموز التي تعزز فهمنا لتاريخ مصر القديمة وثقافتها من المهم أن نستمر في الحفاظ على الأهرامات كتراث ثقافي وتاريخي للبشرية وأن نعمل على تعزيز الدرسات والأبحاث حولها لفهمها بشكل أفضل يمكن أن يوفر فهمنا العميق لبناء الأهرامات وتقنياته مصدراً للإلهام والتعلم للأجيال الحالية والمستقبلية في المستقبل يمكن أن تستفيد البشرية دراسة بناء الأهرامات في مجالات متعددة مثل الهندسة المعمارية والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية مما يساهم في التقدم والتطور المستمر للحضارة البشرية لذا دعونا نواصل استكشاف ودراسة بناء الأهرامات والاستفادة من تعليمها وتجاربها لصناعة مستقبل مشرق ومزدهر للبشرية